خلينا نعرف منك كده يا محمد إيه أبرز الأماكن الشتوية اللي ممكن نزورها في مصر وتكون مختلفة شوية بقى عن الأسر وأسوان نحن أكيد حافظين أنه لازم يكون الأسر وأسوان في الشتاء فنعرف منك كده أماكن مختلفة شوية ونتكلم عن كل مكان بالتفصيل طبعا الجميل لما نيجي نتكلم دايما عن مصر لازم نتكلم عن الإبهار الإبهار في الطبيعة والإبهار كمان في التاريخ اللي احنا يعني أقل من أن نتكلم عنه بكتير جدا من مصر وغض حقها في التاريخ الكبير إنما في الشتاء هو فعلا فيه كفر بيحصل كبير قوي 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 على الأسوان بس إنما الحاجات اللي مش وغض حقها هي الأماكن اللي احنا لازم نروحها بقى وكمان هي ونسبة جدا وبجت كويسة قوي قوي في السفر خلال الشتاء فإحنا عندنا وي اللي أنا بحبها جدا 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 والحاجة اللي يعتبر ما بتجيش على بالنا خالص منطقة زي جبل علبة طب إيه بقى جبل علبة فين ويعني أهم المميزات للجبل علبة كل التفاصيل يلا بينا أولا فيه لسه يعني بنسميها كده فيه أمطار الخير نزلت على حلايب وشلاتين في خلال الأيام اللي فاتت ديت فمعنى أن أمطار الخير نزلت معناها أننا نبتدي نشوف خدار جوة جبل علبة من ضمن الحاجات اللي احنا ما بنشوفهاش كتير قوي في مصر عشان احنا شوية بقيتنا صحراوية أن احنا نشوف جبل بكامل ألوانه خدار يعني النهاردة برضو كده معنا شوية صور تفرجي على منظر مستحيل تقولي ده في مصر إيه ده إحنا أكيد في حتة من الجنة أو حتة من لا لازم نعرضها لازم وتقولي إيه ده أكيد الأماكن دي مش في مصر دي من ده من الحاجات اللي دي احنا ده دورنا فيها أن احنا نبدأ نعرض الأماكن اللي حلوة جدا جواهة مصر وفيها خدار يبقى أنت هناك موجودة في ميكس مبين احنا شايفين دلوقتي على الشاشة صورة جابة علبة دي صورة واخدها بالموبايل من غير أي ايدت الكلام ده كان موجود في شهر واحد من سنتين منظر مبهر معنى أمطاري الخير نزلت معناها نحن نتفرج على المنظر ده تخيالي أنت بقى لما تبدأ أيومك بشروق زي كده في وسط لما تروح هناك وفي مصر ومش في أوروبا عادي احنا عندنا في بلدنا الجميلة وهناك بقى تروح تكشش في بقى الأحلى والأحلى كمان هي الثقافة اللي موجودة هناك ايه بقى كلنا عن الثقافة يعني من أحلى الحاجات اللي موجودة هناك هم بيفطروا لحمة بيفطروا لحمة؟ بيفطروا لحمة معقول؟ اوالله طب احكينا عن موضوع ده هم عايزين زورهم لو كده بالزبط ده من أحلى الحاجات هم هناك طبعا عشان شوية مشهورين بالراعي وهكذا فعندهم من ضمن الحاجات الجميلة فطر اسم فطر السلات ايه هو فطر السلات ده؟ عبارة عن هم بيجيبوا الزلط أو البازيل يسخنوا درجة عالية جدا ويجيبوا طبعا اللحمة بعد ما تدبح فريش قبل الفجل تدبح وبعدين تبدأ تتسوى على هذا الزلط ده فتتسوى بطريقة طبيعية فحقيقة كأنك بتدوقي طعم من الجنة طعم لحمة ما أكلتهوش في أي حتة في مصر كلها سعيد والقهوة بتاعتهم كان مميزة جدا اسمها قهوة الجبنة ديب بيعملوها برضو لايف يعني بيجيب البن الأخضر ويتحانوا ويحمصوا كمان قدامك فأنتي بتحسي انني في تجروبها يعني لسه معمولة فريش قدامك اللي هو إحنا يعني مؤخرا ما بقاش تسفارية عبارة عن قوتيل وطيارة أو عربية لأ انت اللواتي تغذي تجربة جديدة اللي هو أنا هرجع هحكي لإصحابي كمية قصص وحوادث وحكايات عننا مختلفة جدا جدا في منطقة حالية وشاتين وبزجة في العلبة المكان هناك مبهر مبهر مبهر